عقدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد اجتماعا موسعا مع قيادات الوزارة وممثلي مشروع البنك الدولي لمناقشة الاستعدادات الخاصة بالوزارة لبدء موسم نوبات تلوث الهواء الحادة المعروفة إعلاميا ببيئة السحابة السوداء حيث أكدت وزيرة البيئة أهمية تنسيق الأعمال وتحديد الأدوار قبل بدء موسم نوبات تلوث الهواء وذلك لضمان العمل بسهولة ويسر مع وضع سيناريوهات لكافة الأوضاع المحتملة لافتة إلى أنه تم عرض مجموعة من الاجتماعات التنسيقية مع عدد من الوزراء وذلك للتعريف بخطة السحابة السوداء والأدوار المتوقعة ومسؤوليات كل جهة